انت عارف انك ممكن تاخد مليون ونص من البنك اللي هقولك عليه دلوقتي علشان تشتري العربية اللي نفسك فيها لو ايه ده انت هتاخدهم من غير ضامن يعني حيا كده ولا في الخيال وده لاني فيه بنك من اكبر بنوك مصر بيقدم لك كارد السيارة باسهل وابسط الاجراءات اللي ممكن تتخيلها بس لو عايز تعرف تفاصيل اكتر تابعني الاخر الفيديو وانا هقولك وهقولك كمان ازاي ممكن تاخد 3 مليون جنيه علشان تشتري عربية احلامك حتى لو مرتبك 3000 جنيه بعد ما اصعار العربيات وولعت ناس كتير بقت تلجأ لقروض السيارات من البنوك وده لان حجم التمويل فيها بيوصل لمية في المية يعني حتى مش هتتفه تقدم للعربية كل اللي عليك انك تختار العربية اللي انت عايزها والبنك تشتريها ليك اول البنوك اللي بنتكلم عنها هو بنك الانساني للتعمير اللي بيقدم قرد السيارة باسهل وابسط الاجراءات وبقيم التمويل بتوصل لمليون ونص المليون جنيه بدون ضامن ودي اهم ميزة فيه وبفترة سداد بتوصل لـ 84 شهر اما بقى فايدته فبتوصل لـ 14% متنقصة لكن كل ده بشروط اولها انك تحول مرتبك للبنك وعمرك مايقلش عن 21 سنة ومايزتش عن 60 سنة في نهاية القرد للموظفين ومايقلش عن 25 سنة ومايزتش عن 65 سنة في نهاية القرد لاصحاب الاعمال والمهن الحرة اما البنك الاهلي فبيقدم قرد العربية للموظفين بضمان تحويل المرتب واثبات الدخل وبتمويلات بتتراوح من 120 ألف لحد مليون جنيه للموظفين وبضمان اثبات الدخل ومليون ونص مليون جنيه للموظفين بضمان تحويل المرتب اما قيمة التمويل فبتوصل لمية في المية من قيمة السيارة وخمسين في المية للعربية الصيني وبفترة سداد بتتراوح ما بين 12 شهر لحد 4 سنين وبمعدلات فايدة 24.5% في حالة السداد لحد 5 سنين و24% في حالة السداد على اكتر من 5 سنين بس كل ده بشرط ان مرتبك ما يقلش عن 1500 جنيه لا ده انت ممكن تاخد كمان 3 مليون جنيه من بنك الـ HSBC اللي قدم قرد السيارات المستعملة للموظفين بضمان تحويل المرتب او القصط وبتحويل بيوصل لحد 3 مليون جنيه وبفترة سداد 84 شهر لا ده انت ممكن تاخد كمان 3 مليون جنيه من بنك الـ HSBC اللي قدم قرد السيارات المستعملة للموظفين بضمان تحويل المرتب او القصط وبتمويل بيوصل لحد 3 مليون جنيه وبفترة سداد 84 شهر لا ومش بس كده ده انت مش تدفع مؤدم للعربية البنك هو اللي هيعمل كل حاجة يعني لكن بشرط ان يكون الحد الأدنى لإجمالي دخلك الشهري 3000 جنيه وان جهة العمل تكون مدرجة في قيمة جهات العمل المعتمدة في البنك كمان المصرف المتحد بيمولك العربية اللي انت عايز تشتريها لحد 2 مليون جنيه للموظفين بضمان تحويل المرتب ومليون ونص الباقي العمل وبمعدلات فايدة مختلفة حسب قيمة القرد كمان بنك التنمية الصادرات اللي بيتيح قرد السيارات المستعملة بتمويل 2 مليون جنيه وبمؤدم 30% من قيمة السيارة وبفترة سداد مرنة بتوصل لـ 8 سنين باستثناء العربيات الصينية فده بيكون على فترة سداد في السنين وعندك بنك الكيو ان بي الاهلي وده بيقدم المصريين سواء للموظفين او اصحاب الاعمال الحرة بتمويل 750 الف جنيه وبنسبة 75% من قيمة السيارة وبفترة ستين شهر كحد اقصى اما معدلات الفايدة فبتكون للموظفين في حالة تحويل المرتب او عدم تحويله بين 22% و23% اما معدلات الفايدة لاصحاب المهنة الحرة فبتتراوح ما بين 23 و23 ونص في المية ودلوقتي قلنا ايه احسن قرد؟ تقدم عليه